عم تبيع روحك لتجيب فولوورز ولتجيب لايكس ولتجيب شيرز ولتنعرف أكتر وأكتر ضروري تحضر هالفيديو لتفهم أكتر عن المنشطات قبل ما تعملهم بجسمك كما أنت تجيب هالفولوز والشيرز إذا بلشت بالمنشطات كتير صعبة ترجع توقف إلا إذا خلص فصلت صحتك على الآخر وصرت مطار تتربح كم سنة من حياتك صرت مطار توقف المنشطات إذا لحقت وأخذتهم علقت إذا أخذتهم رح تحس حالك عندك قوة خارقة حجمك عم يكبر كتير وما فيك تتمرن بقى بلاهم وإذا أخذتهم وتتمرنت ووقفت رح تتلاقي مستوى كتير رجع لورا وحجمك كله صغير ورجع متل ما كان قبل وهذا شيء كتير رح يأثر على نفسيتك ورح تحس حالك بمعلق فيهم التستوستيرون طبعك الحقيقي تبع جسمك ممكن يبطل موجود نهائيا خلص بيروح هلا في كتير بيطلعوا بيقولوا إنه إيه منعطيك دواء منرجع منعدلك منردلك مستوى التستوستيرون طبعك وبيمشي الحال وهذا الدواء يمكن اسمه بروفيرون بيعطوه رح تلاقي حالك آخر شيء هيدا الدواء عنده عوارد متطر تاخد دواء تاني عنده عوارد ترجع بتاخد دواء تالت لتشيل الدواء العوارد طبع الدواء الثالث طبع الدواء الرابع طبع الدواء الخامس طبع الأدوية كلها بتفوت ببعضها وآخر شيء كله هيدا عم يفوت على جسمك كل هيدا الدواء انت منك مضطر تفوت فيهم وبعد هنا ممكن يرجع يعلى التستوستيرون وممكن لا حسب جيناتك وكل إنسان بتجاوب معه المنشط بشيء ما فيك تعرف فيه ناس بياخدوا منشطات بيضلوا سنة سنتان ثلاثة أربعة أماما بيحسوا بشيء وممكن يكملوا حياتهم طريقة طبيعية وعواردهم تكون يعني منحسرة بقصص معينة ويمكن يتبين بعد عشرة وعشرين سنة وفي ناس يمكن تبين من أول حبة العوارد إذا بك تغير بهرموناتك وتاخد هالمنشطات وهالستيرويدز على جسمك لازم يكون شيء عن جد حرزان يعني إذا بك تجيب فولوورز ولايكس وهالأمور كلها هيدا شيء يمكن يكون نجاح زائف ما يكون نجاح حقيقي إذا بتطلعوا بأكتريتها الناس اللي عندهم كتير فولوورز وبياخدوا منشطات كرميل الشكل في كتير منهم حساباتهم بالبونك سفر ما عندهم شيء بس عندهم هالفولوورز وهالشهرة المزيفة بدك تفكر كتير منيحة بلما تخدهم هلأ إذا هدفك وهدف حياتك أنك تصير نجم مثلا مثل نجوم هوليوود أو بطل بأولمبيا وعندك حظوظ كتير عالية لكان هالمخاطر كلها حرزانة يمكن بالنسبة لألك صحتك مثلا مستعد الضحة بقسم منها أو بقسم من حياتك الطبيعية لأنه حياة الإنسان اليوم طبيعي بده يعيش حياة طبيعية هذا الشيء منه زكي أبدا إذا عمله لأنه إذا بدك بس شكل حلو وصحة للإنسان بحياة طبيعية وحلوة كل حياته أكيد مش حرزانة يفوت على جسمه هاك شيء كل شيء عنده عوارض وكل شيء بحقه بالجسم حتى في شباب تخيلوا بعمر العشرين عم ينبشوا عظياجرا طي يدروا ويظهروا مع صاحبتهم هذه هي مشكلة واقعية وعم تصير وفي كتير بجولة عندي بهاك حالات ونصير نشوف شو ما نعمل مع أي حكيم ما نحكي مع المشكلة الكبيرة اللي صارت معها رح يصير عندك مشاكل بالجلدة لأنه استيرويز بيعملك جلدة دهنية حبوب بجلدتك ومشاكل بجلدتك مشاكل بالقلب أربع أضعاف الاحتمال أنه يصير معك مشاكل بالقلب وتموت من هلأ إلى 12 سنة عن إنسان عادي إذا بتاخد منشطات القلب بيتضخم مثل حالة عدلة عم تضخم بجسمك إذا عم تاخد منشطات جي ايش من كل الأنواع تجد القلب عم يكبر مش بس البيسيبس ومش بس الشيست القلب كمان رح يكبر الكوليستيرول المنيح بيوطة الكوليستيرول العاطل بيعلى وهيدا كمان شيء واحد من الأسباب اللي سيخلي قلبك يمكن واحتمال كتير كبير أنه يوقف واحدة وثلاثين بطل مات كنت أنا تابعهم أنا وصغير بالمجلات أحضرهم ناصر الصنباتي مايك ماترادزو وهالشباب كل ماتوا واحد وردتاني مشاكل بالكبد قد ما بدك مشاكل أقوى بكتير من مشاكل شرب الكحول بقعد على أضعاف الأنظمات تبع الكبد بتتدمر كرميل شو كرميل شو كرميل شو كرميل يكبر البيسيبس أو كرميل بين أضخم شوي فكر فيها أزحر زيني ولا لا انتحر صحتك هادي وقبل ما تاخد من هالمنشيطات بليز تذكر وين عمين عملوا أكتريت هالمنشيطات بنعملوا بلابراتورات بمعامل تحت الأرض لأن هولي كلهم أكتريتهم قصص ممنوعات بيتاخدوا ناس عم تعملهم كلها بالمخفة ما في رقابة عم يحطوا أشياء غريبة عجيبة بقلبهم وهذا كلهم عم تفوتوا على جسمك وبليز إذا بدكم تاخدوا نصايح عن المنشيطات ما تروحوا عند حدا بيبيع منشيطات بليز وبهالأيام صاروا يحكوا عن حيالة شغلة عادية وما بتأثر ويعادة ما بيأثر والصحية ما تعتلوا همو هالأمور كلها تقشعوا قصص غريبة عجيبة يعني هلأ بتفوتوا بتنبشوا بعلموكم كيف تاخدوا مخدرات صاروا على الإنترنت علناً في أساس غريبة عجيبة عم تصير بها الزمن وكل إنسان اليوم بياخد منشيطات أو بيعمل شغلة غلط بيجرب ينصح البقوي كلهم اللي حوله يعملوها معه وهيك بيرتاح وبيحس حاله صح وهيدا طبعا طبع بالإنسان مش بس مش الحق على ولا شيء هيدا طبع إنسان صغمتبوهم من هالنقطة فكروا كتير منيح أنا بدي مصلحتكم هيدا الفيديو منو ضد حدا أنا عندي كتير أصحاب بياخدوا منشيطات في عندي أصحاب ماتوا في عندي أصحاب بعضهم طيبين أول قلي طول بعمرهم منو ضد حدا بس للتوعية لأنه ضميري هتخلاني أعمل هالفيديو لأكلكن إذا كنتو شباب أو إذا كنتو أهل بتكون تعطول أولادكن تفرجوه شو عم يصير بالحقيقة ضروري تحضروا هالفيديو وتفهموا كل شيء وانجو يوردي سي اكي